اشتركوا في القناة وطلع رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ مأرب سلطان العرادة على مستجدات الأوضاع بالمحافظة في ظل تصعيد العسكري المستمر لميليشيا الحوثي والانتهاكات والجرائم الإنسانية التي ترتكبها تجاه المدنيين والنازحين إلى ذلك دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإيرياني المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لوقف استهدافها الممنهج للمدنيين ورفع الحصار فورا عن مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب وأوضح أن ميليشيا الحوثي تواصل شن حملات تنكيل وانتقام ممنهج بحقيقها لقرى مديرية العبدية المحاصرة من تصفية للجرح واختطاف للمدنيين واقتحام ونهب وإحراق المنازل والمحال التجارية والمدارس والمصالح العامة وترويع النساء والأطفال وكذا منع دخول الإمدادات الغذائية والدوائية حرر الجيش الوطني مسنودا برجال المقاومة الشعبية عددا من المواقع العسكرية على أطراف مديريتي الجوبة وحريب جنوب محافظة مأرب بعد معارك بطولية ضارية مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وأكد مصر العسكري أن الجيش نفذ عملية عسكرية عكسية تمكن خلالها من استعادة وتحرير مواقع عسكرية استراتيجية على أطراف مديريتي الجوبة وحريب في جبهة جنوب محافظة مأرب وسط انهيارة ميدانية واسعة في صفوف الميليشيا الحوثية الإرهابية قتل وأصيب 26 من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية في عملية إغارة نجحة لقوات الجيش والمقاومة الشعبية على مواقع الميليشيا الحوثية شمال محافظة الضالة وقال مصر العسكري أن قوات الجيش والمقاومة نفذت عملية إغارة واسعة على مواقع الحوثيين في قطاعي الفاخر وباب غلق غرب المحافظة أضف المصر أن قوات الجيش الوطني اقتحمت عددا من مواقع الميليشيا الحوثية الإرهابية في تبة الهواء وتبة قرعد ووادي الثوب في قطاع هجار باب غلق مؤكدا أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة 26 حوثيا واغتنام كمية من العتال والأسلحة الخفيفة تابعة للميليشيا الحوثية السجهداء مواطن من سكان حي الموشك بمدينة تعز بالروضة برصاص قناص يتبع ميليشيا الحوثي الإنقلابية أقالت مصادر محلي أن المواطن علي حياء السجهداء وهو يقود القلاب الخاص به في منطقة أطراف الشعب كريم إثر السهدافه برصاص قناص ميليشيا الحوثي الإنقلابية المتمركز في شارع الأربعين شمال شرق مدينة تعز وتتعمل ميليشيا الحوثي الإنقلابية منذ بداية الحرب السهداف المدنيين والقرى والأحياء السكانية في مدينة تعز وسقط خلال القصف الآلاف من المدنيين بين قتيل وجريح ومعاقم عظمهم من النساء والأطفال انتهى المجهز شكرا للمتابعة دمتم بألف خير ترجمة نانسي قنقر